موسيقى موسيقى وعند يصل المريض على غرفة الطوارئ أول شخص بيستقبله هو ممرض الفرز يلي عنده المهارة الكافية تيقرر إذا بينطر أو بيقدر يتوجه ديراكت إلى غرفة العلاج هيدا القرار ناجم عن دراسة وعن تقييم مبنى على معطيات معينة نحن بالمستشفى بنعتمد سيستام أمريكي للفرز Emergency Severity Index يلي على أساسه نفرض المرضى حسب الأولوية لخمس فئات أو كاتيجوري المرضى اللي من كاتيجوري 3 و 4 بيقدروا ينطروا لحدود الساعة والمرضى اللي من كاتيجوري 5 بيقدروا ينطروا أكتر لأن حالتهم ما بتكون تستدعيشوا على غرفة الطوارئ وبيقدروا يشوفوا طبيب بالعيادات الخاصة أما المرضى اللي من كاتيجوري 1 و 2 بتوجهوا مباشرة إلى غرفة العلاج والتائم الطبي والتمريدي بيهتم فيهم خلال 15 دقيقة هيدا الفرز أو ما يسمى بالترياج موجود بكل طوارئ مستشفيات العالم وهو قد ما كانت المستشفى كبيرة وموارد الرعاية فيها واسعة نحن بنستشفى شبال لبنان معدل الوقت اللي بيقضي المريض من وقته ما يفوت لا يطلع يعني من بعد ما يخلص علاج ما بيتعدى الساعتين نحن حارسين كل الحرص إنه نخفف مدات الانتظار لا استعاب أكبر عدد ممكن من المرضى وطبعا إرضاءه اشتركوا في القناة